ترجمة نانسي قنقر تعتبر حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط وتشهد خلال هذه الأيام تحضيراتها لانطلاق منافسات سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفور ملاوان وذلك استمرارا لما حققته مملكة البحرين من مستوى متميز على صعيد المجال الرياضي لتكون محطة مهمة ومقصدا رياضيا لكافة الأحداث الرياضية الكبرى ذات الثقل العالمي هذا الحدث الضخم يتطلب جهودا كبيرة وفق على المعايير والخطط الموضوعة لإنجاحه وهذا بالفعل ما تقوم به جميع وزارات وهيئات المملكة من تسهيل عمل التأشيرات وتسهيل حركة العبور من مطار البحرين الدولي وتأمين السلامة المرورية على الطريق وصولا إلى حلبة البحرين الدولية للاستمتاع بأجواء الفور ملاوان تأتي الجائزة هذا العام تحت شعار شجع بطلك كجولة افتتاحية في تقويم الموسم الجديد للفور ملاوان الفين وثلاثة وعشرين المكون من ثلاثة وعشرين سباقا على تقويم الاتحاد الدولي للسيارات كما تستضيف الحلبة عددا من السباقات الدولية المساندة من الصباح حتى المساء بالإضافة إلى عدد من الجولات لمجموعة من البطولات كما يشهد جدول الفعاليات الترفيهية للحلبة قبل انطلاق السباق مجموعة كبيرة من الفعاليات الترفيهية المصاحبة والتي تم اختيارها بعناية تامة ومن ضمنها استضافة عدد من أشهر الفنانين الموسيقيين في العالم إلى جانب نخبة من نجوم الغناء تتطلع جميع وزارات وهيئات مملكة البحرين إلى أنجاح هذا السباق كما عهدناها في كل مرة تقوم المملكة باستضافة هذا الفنانية الحدث الضخم الذي يعكس قيمة البحرين ومكنتها على الخريطة الدولية